التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار ريتشارد أتياس وذلك على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياضة واستعرض مدبولي خلال حديثه أبرز التطورات الإيجابية التي أشهدها الاقتصاد المصري برغم التحديات التي تفرضها التوترات الإقليمية الرهنة ومن جانبه أشهد أتياس بالجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادية والخطوات المتقدمة التي تحققها معربا عن تطلعه لتنظيم حدث أو مؤتمر جديد خلال الفترة المقبلة حول التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري